السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فاكهة عجيبة جدا هاد الابناء نعم من الفواكه الزيتية نعم من الفواكه الزيتية وهي فيها يعني يعني زيت فول سوداني موجود في الاسواق وهذه يعني لانها هي تستعمل يعني كزراعة صناعية لانها تستخرج منها هذه زيوت المائدة نعم زيت المائدة ما علينا الان زيت المائدة الموجودة في السوق الدولية هي زيت السوجة وزيت الدورة لان الانتاج كيكون ارخص من هاد الفول السوداني هي البيناتس هادو الفول السوداني ويوجد في كل الدول وكين دول عندك انتاج كبير مثل السينيغال نعم سينيغال وهاد كين يعني هاد المنتوج كيدخل عبره موريطانيا كيدخل كيجي كيجي المغرب كين عدنا انواع هذي النوع سوداني نوع سينيغالي كين امريكا كذلك يعني في امريكا كين هاد البيناتس هادو يعني الفول السوداني يعني موجود بكترة نعم كل مناطق استوائيو المناطق اللي فيها يعني مناخ معتدلية تنتج يعني هذه هذه نبتية تنبت بسهولة يعني مش ما ليس لها يعني متطلبات زراعية او مناخية يعني 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 قاوية هي سهلة سهلة يعني سهلة زراعة سهلة نعم الغريب انا سنبدأ باشياء غريبة جدا نعم كيف انها هذه فاكهة زيتية نعم ولكنها يعني يعني داخلة في نظام الغذائي للمصابين بالقلب الشراعين نعم لانك تحفظ نعم نعم هي تحفظ القلب الشراعين تحفظ القلب لماذا لان فيها ليس المونوانساتيوريتد ثريفاتي اسيد مش غير هذيك الحمضيات الدهنية الغير مشبعة الأحادية طبعا مونوانساتيوريتد دائما مليك نلقاه هذا المونوانساتيوريتد يعني هذا كان في زيت الزيتون وكان في زيت الفول السوداني ولكن مش الزيت الصناعي الناس يسمعون ان تكلموا على الزيت الموجودة في هذه الحبوب لما نستهلك الفول السوداني فهو يحتوي على عشرين الى اربعة عشرين فلمية من الزيوت فهذا الزيت الموجود في الفول السوداني هذا زيت غدائي طبيعي جيد وهو الزيت الذي يحتوي على هذه الحمضيات الغير مشبعة الأحادية يعني المونوانساتيوريتد فاتي اسيد هذه هي التي تحفظ القلب وهي التي تخفض الكوليستيرول فالفول السوداني ليس المونوانساتيوريتد فقط لأن الزيت الزيت يحتوي على البوليفينولات مثل التايروزول والهايدروكسي تايروزول ويحتوي على المونوانساتيوريتد يعني عاملان اساسيان نعم الفول السوداني سبحان الله يعني يحتوي على المونوانساتوريتد اكثر من الزيتون ويحتوي على الفيتامين اي بالفرنسية او ويحتوي على ريزفيراترول يعني فلافون ويد ريزفيراترول وكذلك حمد الكوماريك الكوماريك اسيد هذه اشياء قوية تحفظ القلب الشرعي لا محالة يعني هذه نحن في علم تغذية قوية جدا يعني اعمل اللي احنا خمس نجوم هذه المونوانساتوريتد ريزفيراترول وحمد الكوماريك وطوكوفيرول يعني فيتامين اي الفول السوداني يحتوي على حمد الفوليك بمعنى انه يشترك مع القطاني لان القطاني تحتوي على حمد الفوليك وتحتوي على الموليبدينيوم وشوفها غادي ياخذ هاد سبحان الله هاد الفول السوداني غادي ياخذ من كل التغذية غادي ياخذ منها كيدخل مع القطاني في الموليبدينيوم وحمد الفوليك وفيه يعني كميه هائلة دي الحمد الفوليك والموليبدينيوم معدن الموليبدينيوم هو المعدن اللي كيفلانزيم اللي كيفرج الكبريت من الجسم الثلوفيتي اوكسيديز خصوص على مستوى الكبت تسمم الكبت كذلك نسميه سترائس اوكسيدياتي افسترائس هذا الموليبدينيوم هو الذي يخرج الكبريت من الجسم لعنى السولفيت و السولفيت لن يخرجوش من الجسم يقع تسمم وهذا الأطفال الصغيرة لو نشوفوهم�نفظرهبتدة البتدائية يلي ميكين ش이즈 اعده اديهم جيد يلي كيكونهم برادى ولنبيه الناقص لكن هذا عندهم تسمم الكبريت. الكبريت كيجي من دخان السيارات والكبريت كيجي من الموبيدات والكبريت كيجي من مواد التطهير والمواد التنظيف والكبريت موجود بكترف طبيعة ولا شكل سيلفايت أو سيلفايت. هذا الفول السوداني يحتوي على هذه العناصر الاجتامعة في مادة غذائية هذه العالية الناس قد تجيهم حديث عادي ولكن احنا في علم التغذية كنعرفو ان نحن نعلم جيداً سير هذا الوجود هذه الثلاثة عناصر مقرونة اقتيران الفيتامين اي توكوفيرول مع الناياسين فيتامين ثلاثة مع حمد الفوليك لكي يكون حمد الفوليك والفيتامين اي فيتامين اي هالثلاثة عناصر هذه يعني تدفع جميع الأمراض على الجسم هي تفيد المصابين بالسكري نعم لان الناياسين مع حمد الفوليك ومالكي خرج الطاقة من السكريات من الكربوهيدريت نعم هي تفيد المصابين بالسرطان لان الفيتامين اي مضاد الأكسدا والناياسين مع حمد الفوليك نعم هي تفيد المصابين بالسكري قلنا السكري وتصيب تدفع عن الجسم تسممات جميع تسممات الأخرى التي تأتي من الاستقلاب والمخلفات نعم نعم القوي بالريسفيراترول يعني لأنه مهار ريسفيراترول موجود في العنب سبحان الله لا يوجد إلا في العنب ريسفيراترول موجود فنعرفو احنا ان العنب يساوي ريسفيراترول هذه عدنا في علم تغذية العنب يقترن عدنا في ادهاننا بريسفيراترول نعم يعني سبحان الله هذا المكون ريسفيراترول هو يباع الآن في السيدالية مكون ريسفيراترول هو الذي يطهر يكنس شرايين هو الذي يطهر ويبقي الشرايين جيدة يعني هذه الانتيغريتي يبقي الشرايين جيدة هذه يعني البلوت فيسلس سبحان الله است cet�튜�حد مع القطاني مبيب bitten اي محمد فوليك نعم خذ مع الازيت الزيتم فيه المony unsaturated خاذ مع الحبوب الزيتية لأنه كل الحبوب الزيتية فيها فيتامين اي تاكوفيرلات تاكوفيرلات هي المواد الزيتية هي نوار شمس العلبان فيا نوار شمس هي الفول سوداني هي اللوز الي confusing هي TCP هو الجوز زرعة تلو الأصغيرات حبوب كتان هي السم خاد مع القطاني موليبديني محمد الفوليك خاد مع زيت الزيتون فيه المونوانساتوريتد خاد مع الحبوب الزيتية لأن كل الحبوب الزيتية فيه فيتامين اي تاكوفيرولات تاكوفيرولات هي المواد الزيتية هي نوار شمس هي نوار شمس هي الفول السوداني هي اللوز هي الجوز هي زرعة حبوب الكتان هي السمسم هي جميع الحبوب الزيتية فيها فيتامين اي تاكوفيرولات معروفة أن فيتامين يدوب في الزيت لا يدوب في الماء لما يجتمع المونغانوس مع فيتامين بأ ثلاثة مع النياسين المونغانوس يحفز الأنزيمات هذه الأنزيمات تستخرج الطاقة ثم النياسين كذلك تستخرج الطاقة تكون مادة غذائية قوية جدا قوية نزيد عليها المعدة الذي تكلمنا عنه هو النحاس وأن ربما من انتبهت هذه الحلقة علي الكمل لله فكينسه أن الفول السوداني مصدر قوي من النحاس وأننا كنا تكلمنا عن النحاس بأن النحاس هو الذي يقوم بتحويل الحديد الغذائي إلى الحديد الدموي يعني مرافق للحديد نعم ثم في الأخير كي يبقى أول مصدر في الطبيعة من فيتامين بايوتين فيتامين باء واحد البيوتين أول مصدر البيوتين هو الفول السوداني نعم لأن كمية 80 حتى 100 جرام الفول السوداني نعم تعطي للجسم بين 80 إلى 90 من الاحتياجات اليومية نعم ممكن يسد الاحتياجات اليومية من البيوتين والبيوتين هذه معروفة يعني الفيتامين بايوتين معروف يعني في الدور دياله يعني في الجسم لماذا؟ لأن البيوتين هو الذي يعمل على استقلاب وهو يدخل كذلك في استخراج الطاقة وليس في استخراج الطاقة فقطه إنما في حفظ يعني الأنسجة وتناسقها نعم تبقى أشياء أخرى موجودة في هذا الفول السوداني الكاوكاو هذا البرنامج هذا نخل ورمان استعملنا في كثير من المسميات أولا تواصل هو المهم في هذا البرنامج خاصة المواطن المستمع يفهم المادة التي نتكلم عنها ربما بعض المناطق قادي سمعونا نتكلم عن الفول السوداني قادي تخيلو شي فول سوداني ولا حاجة لا 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 ولكن عيرا لاش نقوله كاوكاو بين مزدوجتين اللي كنسميه في المغرب كاوكاو فهذا المادة هذه الفول السوداني هو منتوج مغربي وعني نحن عدنا هذا الأوبلاكس وعدنا النوع الأبيض اللوع جيد هنا ضخم هذا الفول السوداني اللي عدنا في الغرب هو كبير الحجم نعم وهذا السينيغال هو أحمر صغير الحجم ولكن طبعا هو نفسه هو نفسه لكن هذا دي الغرب أحسن غالي أحجام كتب لا 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 الفول السوداني الذي ننتج في العوامرة في منطقة العلاج وجيد لا هو أحسن الأنواع يعني هذا النوع جيد لأنه كبير الحجم وجيد هو أعليا هما الناس كانوا كيحمصوا كيتحمص كيتسخنوا على النار ثم يؤكل هكذا هو مع الأسف لا يستهلك إلا في المناسبات يعني في العواشر والأحجار رغم أن الأطفال يحبون هذه الفكهة يحبونها لأن مذاقها جيد وما إلى ذلك تبقى أشياء أخرى يشترك فيها الفول السوداني مع الحبوب سبحان الله نعم أخذ من القطاني أخذ من زيت الزيتون يعني أخذ من النشويات المونغانوس هو موجود في النشويات وموجود في الفواكه الجافة موجود في اللوز الجوز ثم وكذلك التوكوفيرولات موجودة في اللوز الجوز ريزفيراترول موجود في العينة هذا شي كله يجمعها هذا الفول السوداني يجمعها الفول السوداني شو أخذ من النشويات يعني ويأخذ الفيتوستيرول فيه الفيتوستيرول والفيتوستيرول موجود يعني لتكلمنا عليه على الفيتوستيرول موجود في كثير من خشاش الأرض ويوجد في الحبوب كتالك مثل موجودة في الحبوب أخرى مثل السمسم موجودة في حب السودان موجودة في حب الرشاد 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 موجودة في في الحلبام وجودها في الخرب. ميسيرت فيتوستيرول وهذه الفيتوستيرول.. والفيتوستيرول فيتوسترجين.. فيتو تعني..يعني.. نبات! باللاتينية بلونت.. وسستيرول تعني ستيرولات المعروفة عند العضل قطباء. هذه فيا.. None وستيرول نباتي طبيعي. وهذا الفيتوستيرول هو اللي عنده علاقة مع الهرمونات عند النساء. نعم. يسوي الهرمونات عند النساء. نعم. وكذلك يحفظ البروستاتا عند الرجال هذه. يعني سبحان الله شو شحال يعني يعني شحال واسع هذا التركيب الكيماوي لهذا الفول السوداني. هو يستحق يعني يستحق الذكر. نعم. لكن لا نسمعه بكثرة. فالاشخاص الذين مثلا غدين نعطيك مثال أنه الذي يسمع بكثرة في النساء. كيف يبقى البروكولي والإسبانخ. لما نقول للناس هذا علي أن نحن الباحثين كانت تكلموه بالبحث العلمي. كانت تكلموه بالتركيب الكيماوي معنا. لا نتكلم معنا. على اللون ولا على الشكل ولا على التمن. التركيب الكيماوي. لما نقارن البروكولي مثلا. بالبيناتس بالفول السوداني. نعم. البروكولي نسمعه ليلة نهار على الفضائيات وعلى جميع الإداءات. تأكيد. هذا البروكولي. ولكن لا نسمع الفول السوداني. بالعكس هناك من يقرر الفول السوداني بأشياء سلبية. وليس فيه ما يضر الجسم. سبحان الله. وليس فيهم يعني أي حاجة جانبية هذا الفول السوداني إلا. نغنستثني الحساسية. نعم. لدي سؤال. لدي سؤال. لدي سؤال. هل الفول السوداني يسبب الحساسية؟ نعم لا. لا مش يسبب الحساسية. هناك أشخاص عندهم حساسية الفول السوداني. نعم ولا يسببوا إنما هناك أعمال لهم. نعم والأشخاص اللي عندهم حساسية للأغذية. حيث كان حساسية غذائية. كان حساسية للجو. كان حساسية للطولان. كان حساسية للحشرات. الأشخاص اللي عندهم فود أليرجي. اللي عندهم حساسية غذائية. من الأحسنية جانبية البيناتس. من الأحسنية جانبية الفول السوداني. باش نكونوا واضحين باش ما نعطيوش الناس معلومات غالطة. لكن من اللي كان قارن على أن هذا الإجحاف الآن في في الإشهار وفي يعني النصائح حول المواد الغذائية. نعم. أنك لقوا نقص كبير جدا في رغم أن البيناتس هي فاكهة أمريكية. لأن الأمريكيين عندهم إنتاج كبير من الجو. وهذا والفول السوداني. نعم. ولكن الأبحاث اللي تعملت على البيناتسية الحافة كبيرة حتى على حيوانات مختبر ولكن لا تحظى بالإشهار. نعم. لا تحظى بذكرها للناس. يعني هذا. فهذا اللي يعني هذا المنتوج آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ما عندناش تحفظ مثلا ما ياخدوش صحاب كرون ولا ما ياخدوش مثلا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� عندنا المشكل ديال نحاس وعندنا المونوانساتوريتد كذلك بالنسبة للارتفاع الضغط وحتى ريزيلاترون للاشخاص اللي عندهم سمنة ما فيش طاقة بكثرة لماذا لان طاقة ديال الحمضيات الدهنية مش هي طاقة الكاربوهيدرات يعني ليس هناك اي مشكل ان يستهلكوا حتى الناس اللي عندهم سمنة الناس الاشخاص اللي عندهم سرطانات وكي يتابعوا العلاج ما عندناش تعارض هنا اشتركوا في القناة